نتناول المزيد من نصوص الإمام الخطاب ومن نصوص غيره بل من نصوص ابن تيمية وابن القيم وغيرهما على أن في القرآن أدلة عقلية على وجود الله تبارك وتعالى لكن دعونا أولا نكمل النص الذي بدأنا به للإمام الخطاب حيث وصلنا عند قوله في كتابه أعلام الحديث المجلد الثالث صفحة 1912 قال وقيل فيها قول آخر قال يعني قال بعض أهل اللغة يعني هذا من تتمت الكلام الذي قبله قال وقيل فيها قول آخر أم خلقوا من غير شيء أم خلقوا لغير شيء يعني معناها أم خلقوا لغير شيء أي خلقوا باطلا لا يحاسبون ولا يؤمرون ولا ينهون قلت وها هنا قول ثالث كلام للإمام الخطاب رحمه الله ما هو؟ قال هو أجود من القولين الذين ذكرهما أبو إسحاق أبو إسحاق الزجاج لأنه قبل هذا قبل ما يقول قال بعض أهل اللغة قال الخطاب قبل ذلك وقال أبو إسحاق الزجاج في هذه الآية هي أصعب ما في هذه السورة طبعا الخطاب ينقل عن كتاب معاني القرآن وإعرابي للزجاج فنفس الكلام موجود هذا الذي نقله الخطاب موجود في كتاب الزجاج في المجلد الخامس صفحة 65 حيث قال وقوله أم خلق من غير شيء معناه أخلق من غير شيء وفي هذه الآية قولان وهي من أصعب ما في هذه السورة ثم قال قال بعض أهل اللغة ليس هم بأشد خلقا من خلق السماعة والعرض إلى آخر ما قال فإذن الزجاج ذكر قولين لبعض أهل اللغة في هذه الآية الآن الإمام الخطاب بعد أن ذكرهما قال أنا عندي قول ثالث أفضل وأجود من هذين القولين حيث قال كما رأينا وهها هنا قول ثالث هو أجود من القولين الذين ذكرهما أبو إسحاق وهو الذي يليق بنظم الكلام وهو أن يكون المعنى أم خلق من غير شيء فوجدوا بلا خالق وذلك مما لا يجوز أن يكون لأن تعلق الخلق بالخالق من ضرورة الإسم يعني هم أصلا خلق هم مخلوقون فهذا يعني بالضرورة أن لهم خالقا فهذا معنى قوله لأن تعلق الخلق بالخالق من ضرورة الإسم مجرد ما اسمع كلمة هذا مخلوق يعني له خالق قال لأن تعلق الخلق بالخالق من ضرورة الإسم فلابد له من خالق فإذ قد أنكروا الإله الخالق ولم يجوز أن يوجدوا بلا خالق خلقهم أفهم الخالقون لأنفسهم فلاحظ نص الخطاب صريح فإذ قد أنكروا الإله الخالق لاحظ لم ينكروا فقط أنه هو المعبود وحده كما يزعى من الدمية بل أنكروا أنه الإله الخالق لذلك الآية خاطبتهم بهذا الخطاب أم خلقوا من غير شيء طيب هو يقول لهم أنتم أصلا مخلوقون فهذا يعني ويلزم منه بالضرورة أن لكم خالقا فإذا أنكرتم الخالق إذن من خلقكم إذن هل أنتم خلقتم أنفسكم أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون ثم قال وذلك في الفساد أكثر وفي البطلان أشد لأن ما لا وجود له فيجوز أن يكون موصوفا بالقدرة كيف يخلق وكيف يتأتى منه الفعل وإذا بطل الوجهان معا قامت الحج عليهم بأن لهم خالقا فليؤمنوا به إذن يعني أنتم تنكرون أن يكون لكم خالقا أو على الأقل غير متأكدين أو أنتم متشككون طيب أنتم مخلوقون من خلقكم؟ احتمال الأول أن تقول نحن خلقنا من غير خالق طيب هذا مستحيل هذا يسمى في علم الكلام بطلان رجحان الشيء من غير مرجح أنتم من الممكنات من المحدثات يستوي فيكم الوجود والعدم وحينما كنتم عدما لأنه هكذا أنتم تقرون بأنكم مخلوقون لا بد لمرجح رجح وجودكم على عدمكم فمستحيل أن تكونوا خلقتوا من غير خالق هذا احتمال أول أم خلقوا من غير شيء الاحتمال الثاني أم هم الخالقون أن تزعموا أنكم أنتم خلقتم أو جدتم أنفسكم فهون الخطاب يقول هذا أشد بطلانا من الأول لماذا؟ قال لأن ما لا وجود له فيجوز أن يكون موصفا بالقدرة كيف يخلق؟ يعني أنتم أصلا لم تكونوا موجودين وبالتالي صفاتكم أيضا لم تكن موجودة وهي صفة القدرة لأن إذا انعدمت الزات انعدمت صفاتها طيب لستم موجودين وصفاتكم ومنها القدرة ليست موجودة فكيف خلقتم؟ صفة القدرة أم مش موجودة أصلا حتى تخلقكم؟ ولذلك قال بعدها وَإِذَا بَطَلَ الْوَجْهَانِ مَعًا طبعا الوجه الأول أن يكونوا خلقوا لكن من غير خالق الوجه الثاني أن يكون هم خلقوا أنفسهم قال وَإِذَا بَطَلَ الْوَجْهَانِ مَعًا قَامَتِ الْحُجَّ عَلَيْهِمْ بِأَنَّ لَهُمْ خَالِقًا فَلْيُؤْمِنُوا بِهِ إِذًا طبعا وهذا يعني أنهم ما كانوا مؤمنين بالله خالقا وإلا كيف يقول لهم فليؤمنوا به إذن يعني فليؤمنوا بخالقيته فكيف تزعم أنه لا هم مسلمون بقضية أن الله خالق وأن له الرببية وحدهم بعد ذلك قال الخطابي ثم قال أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يقنون أي إن جاز لهم أن يدعوا خلق أنفسهم في تلك الحال فليدعوا خلق السماوات والأرض وذلك شيء لا يمكنهم أن يدعوه بوجه فهم منقطعون والحج لازم لهم من الوجهين معا ثم قال بل لا يقنون فذكر العلة التي عاقتهم عن الإيمان وهي عدم اليقين الذي هو موهب من الله عز وجل ولا ينال إلا بتوفيقه ولهذا كان انزعاج جبير بن مطعم حتى قال كاد قلبي أن يطير والله أعلم وهذا باب لا يفهمه إلا أرباب القلوب طبعا هذا الكلام الأخير سبق أن نقلناه من نقل الحافظ له لكن الآن نقرأه من أو قرأناه من كتابه أعلام السلام ترجمة نانسي قنقر